قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا والعيد مناسبة دينية سعيدة تدخل السرور إلى قلوب المسلمين جميعا سمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر في كل عام وقيل بسبب عوده على المسلم بالبشر والسعادة بعد الطاعة التي أداها ولأن المولى عز وجل يعود فيه على الخلق بعوائد الإحسان وذكر ابن الأعرابي سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد والعيد في اللغة من عاد يعود كأنهم عادوا إلى العيد مجددا وقيل إنه أخذ من العادة لأنهم اعتادوه وجمعه أعياد وعاد تعني زار أيضا عاد المريض أي زاره وكأن العيد يزورنا كل حين ليبث فينا البهجة والسرور ويحملنا على التزاور والتواد والتراحم أعياد المسلمين تميزت عن غيرها من أعياد الجاهلية بأنها قربة وطاعة لله وتعظيم وذكر له بالتهليل والتكبير استبشار بأداء فرائضه وطاعته اشتركوا في القناة